موسيقى طابت أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغد وفيها مخاوف واشنطن من ملء موسكو الفراغ الأمريكي شمال شرق سوريا يعيدها للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية سبت جديد من التظاهرات متعددة الأسباب ضد نتنياهو والليكود ينتظر دعما جديدا من ترامب أول ملفات مدار الغد مشاهدين هو البحث في المغزى السياسي للاتفاق الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية لاستثمار النفط في شرق الفرات ففي الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم بلاده للتوجه الجديد بتوسيع نفوذ أكراد سوريا اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية الاتفاق بأنه اعتراف أمريكي غير مباشر بالولاية السياسية والقانونية للإدارة الذاتية الكردية على جزء من سوريا عودة جديدة للولايات المتحدة في الشرق السوري هذه المرة بشركات تكرير النفط والغاز بعد توقيع اتفاق مع أكراد سوريا وتحديدا قوات سوريا الديمقراطية ما يفتح الجدل حول أسباب عودة واشنطن إلى المنطقة بعد انسحاب أغلب قواتها نهاية عام 2019 مراقبون يرون أن الاتفاق الأخير يعد اعترافا أمريكيا غير مباشر بسيادة القوات الكردية على الجزء الشرقي من سوريا مبعثه التخوف الأمريكي من نفوذ روسي في المناطق الكردية حيث قامت موسكو بنشر قوات روسية في ريفي الرقة والحسك للمرة الأولى تزامنا مع الهجوم التركي والتنسيق مع أنقرة لحدود عملياتها في شرق الفرات والشمال الشرقي لسوريا وقيادة تنسيق بين الحكومة السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي لعادة انتشار بعض وحدات الجيش السوري في مناطق السيطرة الكردية وبدء مفاوضات بين القامشلي ودمشق مستغلة شعورا كرديا سلبي ضد واشنطن لتخليها عن حلفائها الأكراد لصالح تركيا لكن ذلك لم يمنع القيادات الكردية السورية من التهجم على روسيا واتهامها بخيانة الأكراد للخسائر التي منيوا بها خلال عملية نبع السلام التركية ما ولد لديهم قناعة بأن روسيا لن تفضلهم على دمشق ومساعيها هو استغلال الهجوم التركي من أجل دفعهم للتوقيع مع دمشق وفق شروط الحكومة السورية وكورقة ضغط على تركيا ليس إلا وهنا تمثل انفتاح واشنطن على حزب الاتحاد الكردستاني بعدة نقاط منها استضافة مسؤولين أكراد ولقائهم مسؤولين أمريكيين استعناف إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى سوريا وتعزيز نقاط حماية حقول النفط الكردية وتغاضي عن ملفي الفساد وحقوق الإنسان الموجهة ضد الأكراد ومنح لإدارة الذاتية الكردية سلطة التمتع بعائدات النفط والغاز من الحقول التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف الدولي شرق سوريا والبالغة 80% من هذه الحقول هذا الانفتاح الأمريكي وتوقيع وقود تعترف بالسيادة الكردية على الشرق السوري سيولد بالتأكيد قلقا ورفضا روسيا وسوريا وحتى تركيا لتقارب واشنطن مع من تعتبرهم أنقر إرهابيين كما أنه سيحجم التداخل التركي شرق الفرات وبسط نفوذه مشاهدين لبحث تدعيات الخطوة الأمريكية وتأثيرها على مواقف الدول المعنية بسوريا ينضم إلينا من أربيل الدكتور سربست نبي أستاذ الفلسفة السياسية ومن واشنطن مايكل معلوف محلل السياسات الأمنية السابق في البنتاجون ومن موسكو الكاتب الدكتور أديب السيد أهلا بكم جميعا معنا ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة وبرنامج مدار الغد أبدأ معك سيد نبي الهدف الكردي من وراء هذه الخطوة هل هو ضرب عصفرين بحجر الأول سياسي والآخر اتصادي مساء الخير لكم جميعا الهدف السياسي وارد بهذا الاعتبار سيشجع بقية الدول على السعي إلى الاستثمار في المنطقة وعلى المساهمة في تنمية المنطقة منذ 2018 النظام لم يقدم إلى المنطقة هذه المنطقة التي يسكنها أكثر من خمسة مليون من السوريين عربا وكردا وسوريانا محرومة من معظم القدمات من بنية تحتية وهي محاصرة عمليا من الطرفين من النظام ومن الجماعات المتطرفة ومن تركيا وبالتالي هي بحاجة لإعادة تأهيل البنى التحتية وبخاصة البنى الإنتاجية علينا أن نتذكر أن 10% فقط من الآبار النفطية تعمل في المنطقة في الوقت الراهن وفرض الحصار على المنطقة جعل عملية إعادة تأهيل هذه الآبار وهذه المشاريع النفطية صعبة لهذا السبب إعادة تأهيل النظام هناك مصفاتان للنفط في سوريا مصفات حمص وبانياس النظام يقوم باستغلالهما دون أن يرد المواد أو المنتجات النفطية المكررة إلى المنطقة المعصود البنزين إلى آخره في المصادر الطاقة نعم مصادر الطاقة الأساسية من حق سكان المنطقة أن يعيدوا إنتاج هذه المصادر خدمة للتنمية المحلية إذن من حق سكان هذه المنطقة الاستثادة من هذه المصادر ابقى معنا ضيفنا الكريم انتقل لسيد مايكل سيد مايكل إذن ماذا تريد واشنطن من هذا التحرك الجديد في الشمال السوري وهل النفط هو الغاية أم أن هناك مآرب أخرى لواشنطن في هذه الأيام هناك اعتبارات اقتصادية وسياسية الاقتصادية النفط بالطبق كل الصفقات النفطية تتم بالدولار الأمريكي هذا يساعد في الاقتصاد الأمريكي والمشتريات فكل الصفقات التي تتم بالدولار تدعم الاقتصاد الأمريكي ذلك يعزز الدخول في اتفاق مع الأكراد من أجل تنظيم المجموعات الكردية في المنطقة لأن تتوحد تحت مظلة واحدة بدل من أن يكون هناك القوات الكردية أو البيبيكي والتي تخشى منها تركيا لأن تكون أكثر قبولا لتركيا من الناحية السياسية أيضا الولايات المتحدة تدعي بأنها تريد أن تنشئ قاعدة هناك بشكل دائم ومن الناحية السياسية أيضا الولايات المتحدة تريد أيضا أن تعيد تقصيم منطقة الشمال الشرقي بطريقة جديدة حتى يتم أن تكون هي المنطقة المركزية للأكراد وأن لا يخرج أي أحد الأمريكيين من هناك وأن يكون هناك اتفاق بين شركات أمريكية لشراء هذه المنتجات النفطية الكردية وبالتالي الولايات المتحدة لديها نواية للتواجد بشكل دائم بدلا من أن يتم أدل المنطقة بشكل غير قانوني سيد مايكل يبدو حديثك على خلاف النية الأمريكية التي كانت معنى في السابق حول انسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري نعم قالوا الكثير من الأمور من قبل في هذه الحالة النفط هو العامل الأساسي وبالتالي هي تحافظ على أن تكون حليفة للأكراد في هذه المنطقة التي سيطر عليها الأكراد وتخضع لحكم ذاتي الولايات المتحدة تحاول أن تضع بصمتها في هذه المنطقة من النحية الاستراتيجية وأن ترقب ليس فقط داعش ولكن أيضا الأنشطة الإيرانية فالنفط محل اهتمام كبير ابقى معنا سيد مايكل انتقل لسيد أديب ضيفنا من موسكو أين روسيا سيد أديب من كل هذه المعادلة وهي التي وصلت في عام 2011 إلى مشارف النقاط والقواعد الأمريكية في الشمال السوري بداية تحية لكم ولضيوفكم الكرام روسيا بالحقيقة تاريخيا كانت ترتبط مع الأكراد سواء في العراق أو في سوريا بعلاقات جيدة ويعني سوريا تعتبر أن الوجود روسيا عفوا تعتبر أن الوجود الأمريكي في سوريا هو بالحقيقة غير شرعي وبمثابة احتلال وطالما أدانت رسميا وفي أدبيتها السياسية والإعلامية السلوك الأمريكي واتهمت أمريكا بأنها واتهمت واشنطن بأنها تريد ببساطة أن تسيطر وأن تضع يدها على مقدرات النفط في هذه المنطقة في شمال شرق سوريا ولكن بالحقيقة في روسيا هنا يدلكون تماما أن المسعى الأمريكي الجديد يهدف إلى قطع أي إمكانية للتواصل بين دمشق والقامشلي حتى في مجال شراء النفط من قوات سوريا الدموقراطية ولكن كان هناك ربما وساطة روسية بين الإدارة الذاتية في الشمال وبين الحكومة السورية وصلت بالتالي لطريق مزدود هي بالحقيقة يعني موسكو بالذات هي التي أقامت جسور للتواصل ودائبت على هذا المنحة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأكراد والحكومة السورية ولكن الضغوط الأمريكية ومساعي واشنطن هي التي أحبطت رغبة الأكراد أو جنوح الأكراد في التقارب مع دمشق بالرغم من أن واشنطن خللتهم في نهاية العام الماضي عندما أعلنت عن سحب قواتها وعندما وافقت على التدخل العسكري التركي واصع النطاق ولكن يعني بالحقيقة روسيا كانت على الدوام تحاول أن تعمل من أجل تقريب أو يعني تقريب السورية والأكراد من التواصل إلى اتفاقية تسمح لهم بالمشاركة بالسلطة أنتقل إلى سيد نبي ضيفنا من أربيل سيد نبي يعني البعض اعتبر هذه الخطوة هي بداية لتكريس الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد خصوصا أن هذا الاتفاق الجديد بين الإدارة الذاتية وواشنطن تم تمرير بعيدا عن الحكومة السورية التي تقف عاجزة ربما عن السيطرة على الموقف في الشمال الاتفاق هو ليس بين الإدارة الذاتية والشركات الأمريكية الاتفاق هو بين قوات سوريا ديمقراطية هذا أولا وولايات المتحدة تتعامل فقط مع قوات سوريا ديمقراطية التي هي عضو في التحالف الدولي ضد داعش وليس مع الإدارة الذاتية وهذا ينبغي تأكيد على الأمر والتركيز عليه بالرغم من أنه يفضي في نهاية المطاف إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية أنا أختلف جزئيا مع ما تفضل به الضيف في موسكو حول قضية الضغوط الأمريكية الأمريكان لم يمانعوا في يوم من الأيام ولم يكون وأنا أقول وأنا على بين من الأمر للحوار بين ديمشق والإدارة الذاتية وشجعوا على ذلك نعم لكن النظام لا يستجيب قطعا ولا يزال هو منفصل عن الواقع ويعتقد أنه قادر على أن يعود طيب الآن بعد هذه الخطوة ما مستقبل المفاوضات سيدي؟ نعم النظام لا يستقبل المفاوضات النظام فقط يصدر لنا التهديد ويصدر إلى المنطقة الوعيد بأنه سينتقم وإلى آخره بالرغم أن النظام لم يقدم قطرة دم منذ 2012 لأجل هذه المنطقة هل تركيا تخشاكم الآن؟ من كرد وعرب هم من قاموا بحماية هذه المنشآت النفطية دافوا عنها في مواجهة الغزو التركي في مواجهة إرهاب داعش وحاموها ومن حقهم الآن لا فضل للنظام على المنطقة أساسا النظام لم يدافع لا عن هذه المنطقة ولا على غيرها ولم يقدم قطرة دم لأجل عفرينة التي تنهى بالآن نعم سيد نبيس أريد أن أسف سر حالت معينة نعم بعيدا عن الحكومة السورية وهذا الموقف الذي ذكرت هناك تركيا أيضا تركيا التي يشكل لها الأكراد هاجسا تاريخيا وأن يقام لهم حكم ذاتي واستقلالية في القرار على حدودها كيف ستتعامل تركيا مع ذلك؟ وهل تخشى تركيا على نفسها من هذا الاتفاق؟ التوقعات بشأن الموقف التركي مألوف بالنسبة إلينا يعني تركيا سترفسة تتمانع وستهدد لكن هذه مسألة مصالح دولية بالدرجة الأولى ومسألة التوازنات وولايات المتحدة لن تقامر ترمة لسياسة تركيا القومية التي يقودها رجل طيب أردوغان بمصالحها في سوريا أو تترك سوريا تماما لقمة سائغة بيد الإيرانيين أو الروس هذا محال والآن هذا الإقبال نهاية المطار فتركيا ستضطر للتعامل مع الأمر الواقع كما حصل في تجربة قليل كردستان في التسعينات أشكرك جزيل الشكر السيد سربست نبيو أساذ الفلسفة السياسية كنت معنا من أربيل ونواصل لمشاهدين هذه الحلقة مع ضيفينا السيد مايكل المعلوف من واشنطن وأيضا من موسكو دكتور أديب السيد أهلا بكم ومعنا من جديد سيد مايكل توقفنا عند نقطة الموقف من الحكومة السورية وأيضا من الإدارة الذاتية قبل لحظات والمفاوضات التي كانت جارية برعاية روسية وفشلت بالتالي بتحقيق أي إنجاز حسب الإدارة الذاتية اليوم هل هذا الموقف الأمريكي سيعزز الموقف للإدارة الذاتية للأكراد في أي مفاوضات مقبلة بأن يستقل الأكراد في الشمال السوري أعتقد أنه سيكون من الحكم أن ما تقدمه الولايات المتحدة والنفوذ في هذه الجزئية من سوريا سوف بالتأكيد يعطي الأكراد المزيد من الحكم الذاتي وصورا للاستقلال إذا ما حدث ذلك وأنا أشك لأن الأتراك والروس سيشعرون بغضب شديد من ذلك موسكو لم تعلق سواء بأي شيء ولكن أيضا أعتقد أن الأتراك والروس لديهم القليل للقيام به في هذا الجزء وهي مسألة إعادة التموقع مرة أخرى أعتقد أن الولايات الملتحدة على المدى الطويل لديها هدف وهو إعادة تقسيم هذه الجزئية من الشمال الشرقي لسوريا أن يكون هناك حكم ذاتي وأن يكون هناك أرض للأكراد وأن مساعدة الأكراد إذن أنت تؤكد بنيجة نظريك سيد مايكل أن واشنطن تعمل اليوم على تعزيز الرؤية الاستقلالية للإدارة الذاتية للأكراد في الشمال السوري وبالتالي الدعم متواصل لقوات سيريا ديمقراطية وأن هذه الخطوة على طريق الاستقلال حسب التوصيف الكردي مارتاً أخرى أنا لا أعرف إذا ما كان ذلك في النهاية سيكون استقلال أم أنه ستكون قاعدة للأمريكان بإدارة كردية وسيكون هناك القليل أمام دمشق لاتخذ أي إدراء وأنا أعتقد أن يمكن القول بأن ذلك قد يؤدي إلى الاستقلال وأن تكون الوطن لها الأكراد ذلك سوف يغضب الأتراك وسوف أيضاً يمثل الوجود الأمريكي أيضاً في هذه المنطقة سوف يغضب الأتراك والعلاقة الخارجية فيما يتعلق بالوجود من الحلب وإلى موصل في الأراك لأن الأتراك يعتقدون أن هذه المنطقة من حقهم وهم يريدون إخراج الأكراد وهم يريدون دمجهم في السوريين ولكن ذلك لن يحدث عن بلانهم أنتقل لضيفنا السيد أديب من موسكو سيد أديب النفط أولاً كما قال السيد مايكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري الآن روسيا كيف ستتعامل هي التي وقعت اتفاق سوتشي مع تركيا هي التي تدخل بقواتها العسكرية إلى الشمال السوري والدوريات المشتركة اليوم كيف تنظر إلى هذا الواقع الذي تريد أن تفرض من جديد الولايات المتحدة تحت مسمى النفط طالما حذرت موسكو الجماعات الكردية والتي كانت ممثلها يصلون اتباعاً إلى موسكو وموسكو مازالت بالحقيقة أبوابها مشرعة أمام ممثلي الأكراد طالما حذرت موسكو الجماعات الكردية من مغبة الارتماء بصورة كاملة في أحضان الأمريكي وهي لفتت انتباههم أكثر من مرة إلى أن أي اتفاق حول الحكم الذاتي أو حصول على درجة محددة من الاستقلال يجب أن يمر عبر بوابة دمشق وإلا فإنه لن يترجم إلى الواقع بدليل أن روسيا تدرك تماماً أنه بمجرد الانتهاء من الوضع القائم الآن حالياً في إدلب فإن كل الجهود العسكرية الروسية والسورية مع حلفائهم سوف تنتجه إلى شمال شرق سوريا لتصفية الوجود الأمريكي روسيا تدرك تماماً أن كلدستان أن الأكراد في سوريا هم الآن بالحقيقة يشكلون مفتاح النفوذ الأمريكي في سوريا وهي بالدرجة الأولى تسير هذا النفوذ له هدفين الأول زيادة الضغوطات على دمشق من جهة ومن جهة أخرى التلويح بالورقة الكردية في وجه تركيا من أجل جبار تركيا على وقف تعاونها العسكري وإلغاء ما يمكن أن يضاف من صفقات الأسلحة وخاصة فيما يتعلق بالحصول على مزيد من منظومات السالوخية كيف سترد روسيا وتركيا على هذا التحرك وروسيا حليفة للحكومة السورية في دمشق ومن جهة أخرى تتعاون مع تركيا ميدانياً في الشمال السوري هل من خطوات هل ستستطيع الرد؟ نعم بالحقيقة روسيا لن تكف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للاستلاء قصراً على أي جزء أو إبعاد أي جزء بصورة قصرية عن السيادة ووحدة الأراضي السورية وهي لذلك ستعمل بالتأكيد مع تركيا التي هي ترى في أي استقلال كردي أو حصول على إدارة ذاتية كردية في سوريا ترى فيه قطراً موجهاً بالدرجة الأولى إليها ولذلك فأنتم تتذكرون كيف قام الروس والأطراق في نهاية العام الماضي بالتوصل إلى اتفاق سمح بإبعاد قوات سوريا الديمقراطية لمسافة 30 كيلو متر عن منطقة الحدود إلى عمق الأراضي السورية واستجاب الأقراط لهذه الخطوة فبالتالي بالحقيقة لا نستطيع أن نقول أن التوجه الأمريكي يعني أن روسيا وتركيا بات يعني يعدمان الوسائل لممارسة نفوبهما أو إعادة السيطرة على الوضع ولكن أعود وأقول تفضل أكمل فكرة على عجالة أعود وأقول أن روسيا لفتت انتباه الجماعات الكردية إلى أن الرهان على الأمريكي هو يشكل خطرا في نهاية المطاف على الأقراط وسوف يدفعهم إلى مواجهة عسكرية مع دمشق لن تكون في صالحهم في نهاية المطاف ابقى معنا سيد أديب أنتقل السيد معلوف ختاما سيد مايكل هناك اعتقاد بأن إدارة ترامب تحاول جعل الموارد النفطية للبلاد ورقة تفاوضية في الملف السوري حسب صحيفة الشرق الأوسط مع أوراق أخرى كالعقوبات والعزلة والغارات الإسرائيلية وملف إدلب وذلك للضغط على دمشق وموسكو القبول بتسوية سياسية وفق الشروط الأمريكية هل ذلك صحيحا برأيكم؟ نعم حقيقة الإسرائيليون لديهم علاقة جيدة مع الأكراد ذلك سيساعد الإسرائيليين لأن يكون هناك نفوذ أكثر مع الأكراد وأن يكون لهم وجود أكبر الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها قوة أسكرية والتي يمكن أن تحتل بشكل غير قانوني هذه المنطقة وتعزز علاقاتها أكثر مع الأكراد وهذا يساعد إسرائيل لمرقبة الإيران وأيضا المجموعات الجهادية السلفية في المنطقة داعش لا تزال بارزة في هذه المنطقة والقاعدة أيضا وبالنسبة للإسرائيليين أو للولايات المتحدة فإن ثقل أيدي الأمريكيين في هذه الحالة سوف يحفظ على علاقات دائمة مع الأكراد وتوحيد الأكراد بطريقة تؤثر بشكل مع المنطقة والتي ينظر إلى هذه القوات من قبل الأتراك بأنها مجموعات إرهابية هذه هي الطريقة التي قد تنظر دمشق وروسيا إلى الوجود الأمريكي ويكون هناك وكيل للهجوم على هذا التواجد الأمريكي في هذه المنطقة يمكن البحث عن وكيل في الهجوم على الوجود الأمريكي في هذه المنطقة في الشمال الشرقي والأكراد هي المجموعات التي تساعدهم روسيا والأتراك لا يريدون أي فرصة لمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وربما يكون هناك وكلاء من جانب روسيا والأتراك للهجوم على المواقع الأمريكية في الشمال الشرقي أشكر جزيل الشكر السيد مايكل معلوف محل السياسات الأمنية السابق في البنتاجون وشكر موصول لضيفنا من موسكو دكتور رديب السيد الكاتب والمحل السياسي شكرا جزيلا لكم سعيد كثيرا بلقائكم في هذه الحلقة في برنامج مدار الغد مشاهدين مازلنا وإياكم في مدار الغد وفي ملفاتنا أيضا ولكن بعد قليل سبت جديد من التظاهرات متعددة الأسباب ضد نتنياهو والليكود ينتظر دعما جديدا من ترامب من جديد أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد وثاني ملفات معنا حيث يتواصل الصخط العام داخل إسرائيل من تعامل رئيس الحكومة بنامين نتنياهو مع تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية ناتجة عنه بالإضافة إلى تداعيات ملف التهم الموجهة لنتنياهو بالفساد أجواء من الكراهية والعنف تغلف المظاهرات التي وصفها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بأنها قد تنتهي بإراقة الدماء تتصاعد المظاهرات يوما بعد يوم للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو وتكتسب زخما جديدا ومؤيدين جدد لاستقالته سواء داخل إسرائيل أو خارجها حيث وصلت إلى دعوات للتظاهر أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية أحد منظم المظاهرات قال أن المتظاهرين سيحملون الأعلام الإسرائيلية والأعلام السوداء وسيحذرون من الأخطار التي تواجه الديمقراطية في إسرائيل بسبب استمرار نتنياهو في منصبه وأشار في حديث صحفي أن انتشار فيروس كورونا يحول دون وصول المتظاهرين إلى إسرائيل للتظاهر وطالبهم بالتظاهر حيث يتواجدون يأتي ذلك في الوقت الذي أشرت فيه مصادر صحفية أن نتنياهو يحاول إقناع البيت الأبيض بتسجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكلمة يوجه من خلالها رسالة يجدد فيها دعمه لنتنياهو في محاولة منه لحجد التأييد والدعم في مقابل المظاهرات التي خرجت ضده والاتهامات التي وجهت إليه وكان نتنياهو قد جدد اتهامه للمتظاهرين بالتحريض وقال إن أحد النماذج هو ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مطالبة بقتله مع زوجته وأطفاله اتساع نطاق التظاهرات والأزمة الاقتصادية واتهامات الفساد المتوالية أسباب يقول مراقبون أنها قد تكون وراء تأجيل تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأراضي في الضفة الغربية حيث يضغى الحديث في الداخل الإسرائيلي حاليا على المشاكل الداخلية التي تحيط بنتنياهو والتي تتعدد أسبابها أجواء حذر منها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي اعتبر أن تظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء بنمي نتنياهو قد تنتهي بإراقة الدماء وأكد على احتمالية تزايد العنف مع الوقت خاصة مع تصاعد أجواء الكراهية والانقسامات الحادة في المجتمع الإسرائيلي بشأن رئيس الوزراء نناقش مشاهدينا هذا الموضوع مع ضيوفنا وينضم إلينا من حيفا السيد أمطنوس شحادة عضو الكنيسة الإسرائيلية عن حزب التجمع وينضم إلينا من رامالله أشرف العجرمي الخبير في الشؤون الإسرائيلية ومن واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والمحلل السياسي أبدأ معك سيد شحادة ما ملامح ومسار هذه التظاهرات داخل إسرائيل وهل ستنجح هل ستتطور أيضا للمطالبة بالإطاحة بين يمين نتنياهو مساء الخير أولا يعني واضح هي تتشكل أو مكونة من عدة احتجاجات تصب في نهاية المطاف إلى مطلب يعني فشل نتنياهو أو الادعاء بفشل نتنياهو بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية بالأساس الناتجة عن وباء الكورونا يعني هناك شرائح اقتصادية مثل المستقلين مثل أصحاب القاعات الأفراح والتي تضرروا بشكل كبير من أزمة الكورونا الاقتصادية وهناك بطبيعة الحال المعارضة السياسية لنتنياهو ما تبقى من معارضة سياسية أحزاب معارضة إيدولوجية لنتنياهو غير راضية بالمبدأ عن وجود نتنياهو في الحكم خاصة بوجود ملفات فساد ومحكمة مفتوحة لنتنياهو وطبعا هناك شرائح عينية قد تكون قريبة من حزب الليكود ولكن يعني تضررت اقتصاديا من الحالة وتتظاهر عينيا ضد الضرر الاقتصادي لذلك نرى هذا الفسيفساء عدة مجموعات مع بعض هناك المجموعات الإيدولوجية التي تريد إسقاط وتغيير نتنياهو مجموعات المتضررين اقتصاديا وهم الأوسع يردون يعني معاقبة نتنياهو بسبب الفشل في مواجهة الحالة الاقتصادية وهناك حتى داعمين نتنياهو ولكن يردون يعني تعامل أفضل ومعاملات أفضل بالجانب الاقتصادي ونشهد يعني الحقيقة أنه منذ عدة أسابيع هناك يعني تزايد في وثيرة الاحتجاج من حيث العدد ومن حيث صخب على نتنياهو إلى أي مدى يمكن أن تتطور هذه الاحتجاجات برأيكم؟ طلع حقيقة لا يمكن أن نعرف يعني نتكهن الآن مدى تطور لأنه لغاية لا يوجد قيادة سياسية واضحة الملامح لهذه الاحتجاجات لا يوجد حزب سياسي واحد الذي يحرك هذه الاحتياجات ويوجد قيادة ميدانية يوجد تنصيق ميداني ولكن واضح أنه يعني تزايد واستمرارها يوميا أو أسبوعيا يضرب نتنياهو ابقى معنا سيد شحادر هناك ضرر كبير لحكومة نتنياهو من واقع الاحتجاج اليوم في إسرائيل سيد عجرمي إذن ضرر كبير سيلحق بنتنياهو وحكومته مع السمرار هذه الاحتجاجات هناك تحذيرات من الانزلاق نحو حرب أهلية في إسرائيل اليمين المتطرف اليسار الإسرائيلي وبالتالي السيناريو الأقرب هو ما حذر منه كثيرون القتل والسحل في الشوارع الإسرائيلية في الواقع هذا احتمال معقول في السحل الإسرائيلية خصوصا مع وجود منظمات يمينية متطرفة مثل منظمة لا فاميليا وهي مؤيدة لفريق كرة قدم تابع لليكود وأكثر تشدد متطرفا في القدس يسمى بطار القدس وهذه المجموعة مارست العنف ضد المتظاهرين وقمعت جزء منهم في القدس وتل افيف وحتى أن هناك مطالبات إسرائيلية باعتبارها منظمة إرهابية واليمين الإسرائيلي سبق وقتل رئيس الوزراء إسحاق رابين وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى التصدي للمتظاهرين والمعارضين وليس للنتنياه وجماعة الحكومة مثل ما تشيع الأوساط اليمينية باعتقادي أن الساحة الإسرائيلية حبلة بالكثير من التطورات مع وجود حوالي 800 ألف عاطل عن العمل وازمة اقتصادية كبيرة وخيبة أمل من الحكومة والمستوى السياسي وأيضا عدم وجود معارضة قوية داخل البرلمان يمكن أن تحسم سياسيا في إطار التشريعات السياسية في الحكومة وبالتالي الحديث يدور عن أخذ الشارع ليده زمام الأمور بيده في هذه المظاهرات هذا الشارع يأخذ زمام المبادرة بيده ولكن سيد أبو سمية ضيفنا من واشنطن الأمور لم تتوقف فقط عند ميدان رابين منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي قيساريا وأيضا في تل أبيب والقدس الغربية والمظاهرات التي شملت عدة بدن بل لأول مرة يتم التظاهر ضد بن يمين تنياهو وإسقاطه في خارج إسرائيل كيف تنظر الأوساط في واشنطن برأيكم إلى هذا التحرك الكبير ضد نتنياهو الواقع أنه إذا كانت إسرائيل أو نتنياهو ينتظر حلا من الولايات المتحدة أو من إدارة أمريكية أو من الرئيس ترامب فأن عليه الانتظار طويلا لأن الرئيس ترامب وإدارته وحزبه الجمهوري مثقل بالإشكالات ولديه الآن على الطاولة ثلاث ملفات كبرى ورئيسية يجب عليه معالجتها قبل أن يفكر بالنظر خارج حدود الولايات المتحدة الآن الكورونا والوضع الاقتصادي ثم الانتخابات هي محط اهتمام الولايات المتحدة ككل سواء الحزبين أو الإدارة الأمريكية التي يقودها ترامب هذه الملفات كبرى ومعقدة وخاصة كورونا التي تجتاح وتتزايد وتتفاقم بشكل يومي وهناك حالة واحدة وفاة كل دقيقة في هذه البلاد ما يعني أنه التفاقم وحتى إذا تم اختراع مصل مضاد لكورونا فأنه سيستغرق والطاول ثم الوضع الاقتصادي كما قالت التقارير هو على حافة الهاوية وهو أشد خطورة مما حصل في 2008 وبالتالي لن يكون هناك أي اهتمام لدى الإدارة الأمريكية للنظر خارج أو أن تقدم أي خلول إذن هناك في الولايات المتحدة للفاتها الداخلية أيضا أن هذا تتخلى عن إسرائيل نعم لاستعداد الانتخابات سنناقش هذه الجزئية بنوع من التفصيل ولكن بعد أن نتقل إلى ضيفنا من حيفا سيد إشحادة أوساط داخل اليسار الإسرائيلي تقول أين الصوت العربي من هذه الاحتجاجات التي تجري في إسرائيل نعم أولا المشهد أمامنا في المجتمع الإسرائيلي بالإمكان أنه نقول أن هذا الشرخ السياسي العميق لم نشهد له منذ عشر سنوات في المشهد السياسي الإسرائيلي احتجاجات 2011 كانت تطالب بتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولكن الآن نرى أن هناك مطلب واضح بتغيير نتنياهو عنوان واضح لهذا الاحتجاج هو نتنياهو وفساد نتنياهو وإدارته السيئة لهذه الأزمة الآن المجتمع العربي أو الاحتجاج العربي نحن خارج الإجماع الصهيوني والمطالب والخطاب والدارج داخل هذه الاحتجاجات تحت سقف الإجماع الصهيوني نحن صحيح نعاني كعرب من الحالة الاقتصادية والاجتماعية ولكن نحن مطالبنا السياسية عامق وأوسع نحن بدنا دولة مواطنين بدنا أنهاء الاحتلال بدنا قدس عاصمة للدولة الفلسطينية بدنا مسواه كاملة جوهرية هاي المطالب غير موجودة على جدول مطالب المحتجين الآن ولذلك لا نرى أننا جزء من هذا الاحتجاج ولكن تم استثناؤكم سيد شحادي من موضوع المخصصات أقل من 200 مليون شكل للعرب في الداخل في المقابل 3 مليار شكل تم صرفها للسلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا إذن هناك اضطهاد ضد العرب يمارس من قبل إسرائيل في الداخل في ملاف كورونا تحديدا صحيح ونقول ذلك هناك تبييز وهناك إشحاف بحق المجتمع الفلسطيني في الداخل على مستوى الأفراد ومستوى السلطات المحلية لا نأخذ ما نستحق ولا نأخذ حقا هذا واضح وأنا وضحت نحن ندعم هذا الاحتجاج من حيث المبدأ من حيث المواقب في الجانب الاقتصادي وجانب إسقاط نتنياهو ولكن أن تكون جزء من هذا الاحتجاج يعني أن تدفع ثمن لهذا الإجماع أن تكون جزء من هذا الإجماع أن تحتاج تحت صقف العلم الإسرائيل وتحت صقف المطالب الإسرائيلية الموجودة في الاحتجاج لا أحد هناك يتحدث عن الاحتلال وعن إنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني أو حقوق الفلسطينيين بالداخل يعني لا أحد ينادي بإنهاء التمييز والعنصرية تجاه المجتمع العربي في الداخل ولا أحد ينادي بإنهاء السياسات البنيوية التمييز البنيوية تجاه المجتمع العربي نحن ندعم من حيث المطالب ولكن بين هذا وإن نكون جزء من الاحتجاج الذي يعمل كمان مرة تحت صقف إجماع سياسة صهيونة هناك فرق كبير سيد عجرمي لحظنا أن هناك مشاركة لبوغي يعلون عن حزب يشي عتيد هذه المشاركة من قبل السياسيين الإسرائيليين في هذه الاحتجاجات هل ستؤثر على مسارها؟ هل تعطيها زخما في ظل المطالبة الحقيقية بتنحي نتنياهو في هذا الظرف؟ بالتأكيد والحزب المعارض بقيادة لابيد الذي يضم يش عتيد ويضم تيلم القيادات التي كانت جزء من أزرق أبيض قبل انقسام بني جانس وذابي الحكومة تستفيد من هذه التحركات وحتى ترتفع مقاعدها في استطلاعات الرأي مقابل هبوط اليكود وارتفاع اليمين الأكثر تشددا أيضا هذه المعارضة تتعزز في أوساط الرأي العام الإسرائيلي بسبب سياسة نتنياهو وإخفاقه في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية فيما تعلق بالكورونا وغير ذلك حتى أن موضوع الضم نتنياهو لم يعد يستفيد منه بعد أن أزيله على الأقل مؤقتا عن طاولة البحث في إسرائيل وبالتالي لا أوراق حقيقية لدى نتنياهو ولديه ثلاث خيارات هو إما أن يذهب إلى انتخابات مبكرة أو إلى حكومة مصغرة يخرج منها بين جانس وازراء قبيض أو أن يعيد ترتيب الأمور داخل اتلاف الحاكم ويحل مشاكله مع جانس ولكن لديه مشكلة تتعلق بالميزانية العامة للدولة التي هناك خلاف جدي وهذه قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل سيد أبو سمية صحيفة جريزلين بوست أشارت إلى أن حزب اليكود يعكف على إقناع البيت الأبيض بتسجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة فيديو جدد فيها دعمه لنتنياهو وأنت قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية لديه ملفات داخلية لانتخابات المقبلة قادمة الصراع والمنافسة الانتخابية على أشدها بين بايدن وترامب هل نتنياهو كالغريق الذي يتعلق بقشة سياسية اليوم لإنقاذه؟ نعم على ما يبدو أن هذا الوصف دقيق هو في غريق ويمكن أن يشقط في أي لحظة إذا استمرت وتصاعدت المظاهرات ضده وكما قلت أشير مرة أخرى إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة نتنياهو لديها ملفات أكبر من مشكلة شخص أو مشكلة رئيس حكومة في إسرائيل لأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قائمة على أساس علاقة إدارة بدولة بنظام حكم وليس بأفراد هذا هو الأساس القائمة عليه العلاقة الاستراتيجية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ولكن تعقيدات الملفات التي أمام نتنياهو أسف أمام ترامب هناك أيضا ملفات معقدة أمام نتنياهو أمام ترامب ليس لديه ما يكفي لكي يقدم أي مبادرات وخصوصا أن ما يجري في إسرائيل هو مسائل داخلية يعني لا يجوز لإدارة الولايات المتحدة أن تفرض حلولا على مشاكل داخلية تجري في إسرائيل نعم أنتقل للسيد شحادة سيد شحادة ما فهمته منك قبل قليل هو أن الفلسطينيون في الداخل لن يشاركوا في هذه الاحتجاجات ولكنهم يدعموا المطالب الاتصادية في هذا الباب ما الثمن الذي تخشون أن تدفعونه في حال المشاركة في هذه الاحتجاجات ووجهة نظركم للمرحلة المستقبلية في حال نجح بالفعل المحتجون في إسقاط نتنياهو لا وبطبيعة الحال هناك كأفراد ومشاركة من المجتمع العربي أنا لا أدعي أنه لا يوجد أحد مواطنين عربي يشوف بالفعل هناك من يشارك وهناك أن يتظاهر ولكن هناك فرق بين مشاركة أفراد وبين أحزاب منظمة تأتي نحن كأحزاب أو نمثل المجتمع الفلسطيني ونذهب للمشاركة هذا الشيء مختلف لأنه في نهاية المطاف حتى لو تبدل نتنياهو وجاء على سبيل المثال لبيت في هذه الحالة يعني كمان يعني مواقفه تجاه المجتمع العربي مش يعني لا تقل سوءا من نتنياهو يعني هو صحيح أفضل بعض الشيء ولكن من حيث الجوهر لا يوجد هناك اختلاف جدي بينه بين نتنياهو وحتى لما كان جانس معارض لنتنياهو كنا هذا الشيء أنه يعني لو جاء بديل جوهر إحنا نريد تغيير بنية وفي مكانة المجتمع الفلسطيني كيف؟ في الداخل يعني تغيير المكانة تغيير القوانين تجاه المجتمع العربي الغاء قونين عنصرية الغاء قانون قومية الغاء التمييز هناك العديد العديد من القوانين التي تميز تجاه المجتمع وأيضا السياسات بالممارسة وحضرتك يعني أوردت فقط مثال واحد من عدة أمثلة بالنسبة إلى الميزانيات فلذلك نريد تغيير جوهري في المكان نهيك أنه يعني مكانة نتنياهو احنا خليني كمان نكون وقعيين يعني لا يوجد المظاهرات الآن لا تشكل خطر جدي على نتنياهو أو على تبديل نتنياهو إلا إذا استمرت يعني هناك استمرارية وزخم وتراكم حقيقة وإضافة شرائح اجتماعية وسياسية تنضم إلى هذه الاحتجاجات حينها قد يكون هناك يعني تهديد على حكوم نتنياهو وخاصة أنا لا أعتقد أنه أنه إحنا مقبلين على انتخابات تقريبة بسبب الحالة الاقتصادية والوباء الكورونا وهذه الاحتجاجات تبعد الانتخابات لا تقرب يعني خلينيكم نشوف الاحتجاجات القائمة يعني التي تشكل ربما تهديد على نتنياهو ها تؤثر عليه في عدم الذهاب إلى انتخابات قريبة وليس العكس أن يذهب إلى انتخابات قريبة لأنه فيه احتمال أنه يتراجع مكانته في الانتخاب سيد عجرمي من رأيك فيما تحدث به السيد شحادة ونتنياهو ينظر إلى المتظاهرين بأنهم بضعة آلاف باعتقادي أنا يعني أرى أن الجماهير العربية يجب أن تشارك بكثافة في المواجهات نتنياهو والعمل على استقاط هذا الاتلاف اليميني الذي هو الأسوأ في تاريخ إسرائيل إن شاءنا حتى لو أن التغيير لا يكون بمستوى ما تطالب به الجماهير العربية ولكن لا يمكن أن يحدث تغيير كما تريد الجماهير العربية بشكل جادري في إسرائيل دون أن يحدث تغيير تدريجي في الخارطة السياسية الإسرائيلية وبالتالي لا يوجد أبيض وأسود في السياسة هناك تغيير هناك ألوان أخرى وباعتقادي عليهم المشاركة بكثافة بشعاراتهم بمواقفهم أن يكونوا هناك ليس بالضرورة أن يرفعوا نفس شعارات ومواقف الأحزاب الصهيونية الأخرى هناك شعارات تسقط نتنياهو لأنه كذا نريد كذا وكذا 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 يعني شعارات والمواقف العربية يجب أن لا تكون سقف المواقف الصهيونية ولكن وجودهم بالشارع والمطالبة بسقاط نتنياهو وثقل ووزن الجماهير العربية يجب أن يكون حاضرا من أجلهم أولا ومن أجل الفلسطينيين في كل مكان ثاني فمعنا سيد عجرى من ختاما أنتقل لسيد باسم سيد باسم هل قريبا سينتهي مستقبل نتنياهو السياسي على يد المتظاهرين برأيكم ربما إذا تواصلت الانتخابات وأخذت زخما أكثر عفوا المظاهرات وأخذت زخما أكثر ولكن لا أحد يعرف هنا ما الذي يمكن أن يحصل في مستقبل نتنياهو ولكن مع الأيام وإذا استمرت هذه المظاهرات سيجد نفسه بين عشية وضحاها خلف القطبان للمحاكمة بتهم الفساد وهذا ما يمكن أن أو على الأقل عليه أن ينتظر إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية في نوفمبر لكي يكون هناك ما يقدمه له ترامب من مساعدة أشكراك جزيل الشكر باسم أبو سمية الكاتب المحل السياسي كنتم معنا من واشنطن والشكر موصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية من رمالله سيد أشرف العجرمي وعضو الكنيسة الإسرائيلية عن حزب التجمع من حيفا أمطنس الشحادة شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام سعيد كثيرا من الحديث معكم في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها مخاوف واشنطن من أن تملأ موسكو الفراغ الأمريكي شمال شرق سوريا يعيدها للتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية سبت جديد من التظاهرات متعددة الأسباب ضد نتنياهو والليكود ينتظر دعما جديدا من ترامب تهت حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة